اشتركوا في القناة ساعة 26.2 القمر ما زال لآخر ساعات موجود في الحود احنا الآن في فترة خلو مسار مستمرة هي من الساعة 2.11 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ورح تستمر لغاية الساعة 6.46 دقيقة بتوقيت جرينيتش مساء يعني تقريبا بتوقيت الأردن ساعة 8.46 دقيقة وهذا بيعني ان الفترة هاي لغاية ما ينتهي خلو المسار فترة منتحسة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار اما في تمام الساعة 6.46 دقيقة بتوقيت جرينيتش بيكون القمر استقر في الحمل رح يكون موجود في منزلة الشرطين وهي المنزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير هيك بيكون الوضع سيء من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأضافق او حلاقة الشعر تأثير القمر على كافة الابراج لما بكون القمر موجود في الحمل في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون اكثر تصميم واكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا وممكن انه نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر من الطرقات من السرعات الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة انه اقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الاشي ممكن يوقعنا في متاعب او مشهدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدواني في فترة وجود القمر في الحمل يستحسن اجراء فحص للعنين ان استدعى الامر لذلك يمكن شراء بطاقة يا نصيب طبعا هذا الموضوع احنا بنحكيه ولكن انه على حسب بيوتك وعلى حسب ايش الايجابيات بالنسبة للك بسمح هذا الامر ولا لا وادخال تعديل على قصة الشعر او اقامة حفلمة اما بالنسبة للزوايا الفلكية اللي راح تتشكل خلال هذا اليوم تقريبا هي كل زوايا راح تتشكل في خلال فترة الليل او فترة الفجر تقريبا وبالنسبة للزوايا اي اتصال ما بين اي كوكب مع القمر مدة الزاوية عادة بتتراوح ما بين 6 ساعات لغاية يعني 12 ساعة كاقصى حد اما الزوايا البطيئة اللي هي بتكون بين الكواكب الكبيرة وعادة احنا يعني بحكي انا قديش بتقعد بس اي زاوية مع القمر معروف انها بتقعد من 6 ساعات لا 12 ساعة اول زاوية راح تكون من الزوايا البطيئة هي زاوية اقتران ايجابية راح تكون بين الشمس وعطارد راح تكون هاي زاوية تقريبا في ساعة الوحدة و44 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش وهاي زاوية عادة تقعد تقريبا بحدود الاربع ايام عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا او بيسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة او كان يتعذر علينا فهمها بالسابق بيزداد التوجه لاجراء الاتصالات والتنقلات او السفريات الضرورية اما بالنسبة للزاوية التي تليها برضو هي زاوية من الزوايا البطيئة زاوية ايجابية هي زاوية التزديس ايجابية بين عطارد والمريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش عند حدوث هذا الاتصال عادة بسود شعور عام بالوئام بيسهل علينا التفاهم مع الاخرين وبتعزز العلاقات مع الاحباء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية رح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر والمريخ في تمام الساعة تمانية واثنين وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين يعني نوع من الاستغلال موظف مثلا بيستغل زميله وبروح له يدم شيء قبل زميله عشان يطلع على كتافه زي ما بيحقوا لهم اكثر اللي مستفدين منها اللي هم المتسلقين القمر طبعا لما بيكون موجود في الحمل خلو المسار القادم بيكون يوم ثمانية وعشرين اثنين رح يكون في تمام الساعة ثلاثة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة سبعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بعدها بانتقل القمر للثور عمر القمر القمر الان مرحلة الهلال عمره ثلاث ايام في تمام الساعة خمسة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره اربع ايام نسبة الإضاءة 12% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباحها خلال هذا اليوم الشمس في الحوت حتى 23 مزاجه سعيد القمر في الحمل حتى 28 اثنين مزاج سعيد عطارد في الحوت بيتراجع حتى يوم 3 اربعة وبعدين بيرجع للدلو مزاجه منتحس الزهرة في الحمل حتى يوم 5 ثلاثة المزاج سعيد المريخ في الجدي حتى يوم 30 أربعة مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة بعدين بيبدأ في عملية التراجع مزاجه سعيد زحل في الجدي حتى يوم 22 ثلاثة مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى 15 ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاج سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ في عملية التراجع مزاج سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا في الدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة تسمع جواب كنت تنتظره تحرك وما تنتظر أن تجيك الفرصة لعندك بل اذهب يعني روح وابحث عنها وما تضيع الوقت يعني بداية جيدة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف خارطتك الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف شخصيتك ونفسيتك اليوم أحسن عندك اهتمام بنفسك عالي جدا يعني شايف الأمور إيجابية أما بالنسبة لبيتك الثاني في عندك بعض الفرص اليوم للتحصيل المالي بيجيك عن طريق هبة أو عن طريق مساعدة أو من الأعمال الإضافية أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير نشاط بيهتم أو بيختص في البيت في بعض الأشياء اللي ممكن تكون مشتريات أو تصليحات أو ترميمات أو تنظيفات أو اتصال مع أحد أفراد المنزل يعني اليوم كل اهتمامك في إيجابي رح يكون على نطاق المنزل أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا اليوم شايف عندك نوع من العواطف أو بعض التحركات العاطفية ممكن اليوم تتصل مع الحبيب أو لقاء عاطفي ممكن تحصل على هدية أو نوع من المساعدات ممكن يكون في عندك خروج لنزهة أو نوع من أنواع المرح أو الترفيه أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف الوضع إيجابي بالنسبة لتعاملك مع الشركاء شركاء المال أو العاطفة وفي نوع من أنواع التفاهم والتأقلم ممكن اليوم تحلوا مشكلة سابقة أو تتصالحوا بسبب شيء أو ضرف سابق أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف اليوم في عندك كثير من النشاطات اللي إلها علاقة بالدوائر الحكومية أو الأمور اللي إلها علاقة البنكية أو الضريبية أو التأمين وفي منكم ممكن يقدم لقرض أو يطلب مساعدة خلال هذا النهار أو يجي بعض المال عن طريق يعني عن طريق أشخاص يساعدوا في مسألة معينة أو يطلب ديون منهم أو يطلب نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه اليوم عصبيتك عالي جدا حاول أنك تحافظ على سمعتك حاول أنك ما تتهور ما تدخل بأشياء صعبة ممكن إنهثير فضول الآخرين أو تحتد أنت بطريقة معينة فتخلق صدام تخسر من خلاله أشخاص أو ثقة بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل حاول أنك ما تعمل أي شيء تشوه في سمعتك أما بالنسبة لبيتك الـ 11 فأنا شايف اليوم عصبيتك بتوصل لسيطرة على أحد الأصدقاء أو أحد المعارف حاول أنك ما تنفع للزيادة وما تزيد الأمور لمرحلة القطيعة ممكن اليوم تكتشف خيانة صديق أو شخص من المقربين لا إلك يذيع سرك أو يصير خلاف ما بينك وبينه حاول أنك أنت تمسك عصابك وتنهي الأمور بسلام أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف بيت متعبك مضعفك براكم الواجبات عليك براكم الأعمال عندك ممكن تتأخر عن عملك أو ممكن أنك أنت تهمل بأعمالك ممكن أنك تتغيب عن عملك حاول أنك أنت تحمي نفسك راقب وضعك الصحي وإنجز اللي بتقدر عليه من الأعمال دون ما تسمح للمشاكل برج الثور يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وعلجوا وانتبهوا إلى غذائكم وراحتكم بتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبة بتظهر خلافات أو التباسات طباعك متقلبة ومزاجك متعكر لا تخالف القوانين ممكن تخسر أكثر مما تتوقع هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخرطة الفلكية إيش بتحكي لك خلال هذا النهار طبعا رغم وجود القمر في بيت متاعبك وبضغطك على مستوى بيت المتاعب فعشان هيك شايف أن شخصيتك يعني عندك ثقة بنفسك عالية بتقدر تتحرك بكثير من الاتجاهات خلال هذا النهار بتقدر تشحن حالك بطاقة إيجابية حاول أنك أنت تستغلها وما تخلي تأثيرات القمر أنها تسيطر عليك أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف الوضع إيجابي داخل البيت وممكن تحقق كثير من النتائج خلال هذا النهار على مستوى البيت يعني ممكن يكون لك علاقة مع أحد الوالدين أو الاهتمام بصحتهم تواصل مع أحد الإخوة ممكن ديكورات تغييرات تصبيطات ممكن تصليح أو ترميم للمنزل ممكن اهتمام بسكنة جديد يعني تتقلب الأمور كلها بأي شيء له علاقة بالمنزل أما بالنسبة لبيت الشراكة فأنا شايف عندك دعم عالي جدا خلال هذا النهار ممكن اليوم تصل لتسوية معينة بينك وبين الشريك ممكن تفاهم على مسألة معينة أو على خطة معينة لتطوير أشياء أو أعمال أنتم جهزين لها أو حابين تجهزون لها بالفترة المستقبلية يعني الفترة هاي ممتازة ممكن يجيك يعني توقيع عقد أو مشروع جديد حاول أنك تأجله لحد ما يوصل القمر لعندك بتكون الفترة أفضل أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف اليوم في عندك نشاط كثير باتجاه البنوك أو القروض أو ديون أو سداد الديون أو استلاف المال أو مساعدات ممكن تجيك نوع من أنواع الدعم يعني حاول أنك أنت تستغلها بشكل إيجابي وقلل من المصاريف قدر الإمكان أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أن عصبيتك اليوم في أوجهة لا تنفعل ولا تعصب حاول ما تدخل بخلافات مع زملائك بالعمل ولا رؤساك بالعمل الفترة هاي صعبة ممكن أنها تسبب لك بعض الإحراج هذا بيت سمعتك فحاول أنك ما تعمل أي شيء يشوه سمعتك في خلال الفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أن اليوم ممكن يتوجه لك دعوة أو يكون في لقاء لأصدقاء أو مساعدة من صديق ممكن يساعدك في مسألة معينة أو ينشي لك من خطر معين فالفترة إيجابية حاول أنك تتواصل مع أصدقائك أو مع أحد معارفك لحل مشكلة ماه أما بالنسبة لبيت متعبك فهو بضغطك بنفس توقعات القمر يعني حاول قدر الإمكان أنك أنت تراقب صحتك وتراقب غذائك انتبه لحالك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية حاول أنك تخلد للراحة من فترة لأخرى يعني ما تبذل جهد زياد جسماني فهذا الإشي ممكن يضعفك ويضعف طاقتك مرج الجوزاء بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة تتعبر عن رأيك بحرية وجراءة تنقذك سرعة بديهتك من المواقف الحرجة تسكنك أحاسيس متناقضة لكنها فترة مناسبة للتحالف لمد يد العون للزملاء هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارط الفلكية إيش بتحكي لك يعني اللي أنا شايفه أنه شخصيتك اليوم حلوة نفسيتك أحلى تقدر تتحرك بجميع الاتجاهات بشكل إيجابي عندك طاقة حلوة كثير ممكن تهتم بنفسك أو بهندامك مشحون بطاقة إيجابية أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايفه أنه اليوم فيه فرص مالية بتجيك من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم بالنسبة لبيتك الثالث فيه كثير من الحركة والنشاط والاتصالات خلال هذا النهار واللي عنده امتحان اليوم بنجز إنجاز حلو بكون لمصلحته بس حاولوا أنك تركزوا ما تعتمدوا على سرعة البديهة يعني حاول أنه يكون فيه تركيز بالأشياء اللي بتعملوها لأنه تنسوش أنه عطارد بيتراجع فهذا شوي كوكبكم فبيعمل نوع من أنواع الاضطرابات في التركيز حاول ما تغامر وما تتهور أثناء القيادة أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف اليوم فيه تحركات كثيرة على مستوى البيت يعني فيه نوع من أنواع الوئام أو الاتفاق داخل البيت بيلطف الأجواء شوي يعني بشيل نوع من أنواع الضغوطات اللي ضغطيتك أو اللي بتضغط أعصابك أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف اليوم فيه عندك رغبة بالخروج والمرح نعني فيه بعض المشاعر العاطفية موجودة عندك قوية رغم أنه فيه نوع من أنواع التضارب في مشاعرك بين الغضب والزعل وردات الفعل والعصبية والحب فحاول أنك أنت تسيطر على حالك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف اليوم بتقدر تنجز كثير من الأعمال المكاللة إلك تهتم بصحتك شوي حاول أنك أنت تنجز أعمالك وما تتأخر عن دوامك أما بالنسبة لبيتك السابع ففيه كثير من العلاقات المشتركة ما بينك وبين شركائك بالعاطفي أو بالعمل فحاول أنك أنت تستغل هذا اليوم لتصليح بعض التقصير أو الأخطاء اللي أنت أخطأتها خلال الفترة الماضية مع شركائك أما بالنسبة لبيتك الثامن فهذا بعزز مطالباتك المالية أنك أنت بالطالب في أموال وممكن قروض أو مساعدات ممكن يجيك مال عن طريق هبة أو نوع من أنواع الضرائب أو نوع من التأمين ولكن حاول أنك أنت تقلل من مصاريفك أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف اليوم خطر هذا البيت فاللي عنده امتحان يدرس ويركز مزبوط ما يحاول يعمل صدامات أو خلافات في الجامعة يحاول أنه ينتبه ما يتهورش أثناء القيادة إذا عنده سفر يحاول يروح في موعد الطيارة ما يتأخرش أو ممكن ينسى بعض أغراضه أثناء السفر وأثناء تعاملك مع أشخاص مقيمين خارج البلاد حاول أنك أنت تكون ماسك عصبيتك وما تندفعش عساس أنه ما يصيرش في قطيعة أما بالنسبة لبيتك العاشر برضو أنا شايف أنه سلبي فعشان هيك يحاول أنه أي شيء يتعلق في السمعة حاول أنك ما تشوهه حاول ما تعمل أي شيء مخالف للقوانين حاول ما تدخل بمواجهات مع رجال القانون يعني امسك أعصابك قدر الإمكان لأنه تشويه السمعة وارد لما بيكون في هاي العلامة موجودة في هذا البيت أما بالنسبة لبيتك 11 فإذا اليوم صار فيه عندك نشاط اجتماعي بينك وبين الأصدقاء أو كان فيه دعوة لو حفلة أو مناسبة ما تأخذ على بالك وما تتحسس من أي موقف ما تعصب ما تأخذ ردة فعل سلبية ممكن من خلال ردات فعلك تخسر صديق خلال هذا النهار أو تدخل بمواجهة مع أحد المعارف فحاول أنك تمسك أعصابك قدر الإمكان الوقت مش مناسب للصدامات أما بالنسبة لبيت متاعبك فأنا شايف أنه شوي بيضغط على صحتك بيعمل لك نوع من الإرهاق ممكن شوي خليك تتأخر عن أعمالك بيعكر من المزاجك أهم شيء أنه زي ما حكينا ما تخالف القوانين وما تغامر وما تتهور خلال هذا اليوم وحاول أنك أنت تكون في دوامك في الوقت المناسب ما تتأخر وما تتغيب عشان ما يصير عندك مشاكل وانتبه لصحتك مرج السرطان بتظل الفرصة متاحة لمن يبحث عن عمل ومن يعمل ينجح في إثبات جدارته للمسؤولين وبحافظ على إنجازاته القائمة برر كلامك ووضحه بشكل جيد تكون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو باتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك بتهتم لبعض الاتصالات والمشهورات لا تكون مهمل ولا تترك انطباعات سلبية هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية ايش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول يعني بدعمك بالنشاط والاهتمام بالنفس الثقة بالنفس بشكل جيد يعني البيت الأول إيجابي والبيت الثاني برضو إيجابي بدعمك على مستوى المال ممكن تحصل على مال من عمل إضافي أو نوع من الدعم أو الهبات ولكن حاول أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة لبيتك الثالث فاليوم عندك كثير من الاتصالات والتحركات عندك نشاط عارم ممكن تتنقل بأكثر من اتجاه مع بعض عندك عدة مسؤوليات اليوم بتحاول أنك أنت تنجزها أهم شيء أنك أنت ما تتهور وما تفقد تركيزك ممكن يصير فيه نوع من الوفاق ما بينك وبين أحد الإخوة أو المساعدة بينك بين أحد الإخوة أو الجيران أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف أنه فيه اهتمام على مستوى البيت أو علاقاتك بأهل البيت ممكن نوع من الاجتماع العائلي أو الأسري أو بعض الواجبات العائلية خلال هذا النهار أو اهتمام بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية يعني على طبيعتها لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم رح تهتم بصحتك زيادة رح يكون فيه عندك رغبة للاهتمام ببعض الأعمال المو كاللة إلك تقدر تنجز كثير من الأعمال خلال هذا النهار أما على مستوى الشراكي فحاول أنك ما تضغط الشريك حاول ما تتسبب له بإحراج حاول أنك أنت ما تكون عصبي وما توصل لمرحلة الخلاف ما بينك وبين شريكك بالمال أو بالعاطفة أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف أنه الأمور باتجاه صرف فلوس بشكل كبير ممكن اليوم تتعرض لمطالبة مالية أو لذيقة مالية معينة حاول قدر الإمكان أنك ما تصرف بالاتجاه الخطأ وركز مزبوط على أعمالك وعلاقاتك خصوصا على مستوى الدوائر الحكومية أما بالنسبة لبيتك التاسع اللي عنده سفر أو عنده امتحان خلال هذا النهار بيكون نشيط أموره بتمشي بالاتجاه الصحيح حتى لو كان عنده يعني خطة للاتصال بأشخاص خارج البلاد اليوم رح يكون إيجابي ورح يكون لمصلحتك أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه يعني الفرصة ماشي فيها نوع من أنواع الفرص للتعامل بالعمل ولكن حديد طباعك أو انتحاس للبيت هذا شوي ممكن تخلي في نوع من أنواع المواجهة مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل حاول أنك تمسك عصابك وفي نفس اللحظة ما تخلي الأعمال تتراكم عندك وما تشوه سمعتك بأي تصرف خلال هذا النهار بدك تكون حذر أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو زيارة طارئة أو واجبات اجتماعية أو مساعدة من صديق لإلك أو طلب المشهورة في مسألة معينة البيت هذا إيجابي جدا وبدعمك بشكل قوي جدا أما بالنسبة لبيتك 12 فدير بالك أنك تنضغط زيادة وتأجل أعمال أو تكون الأعمال مرهقة لإلك فأنت تتركها وتهمل فيها هذا الإشي رح يسبب لك بعض المشاكل حاول تنجز الأعمال الممكن لإلك وتراقب صحتك يعني أهم نقطين هدولا وما تستهتر وما تستهين بالأحداث اللي بتصير حواليك برج الأسد بتنشطوا في السفر والاتصالات البعيدة يوم مناسب لاجتياز امتحان أو جراء مقابلة أو إظهار تعاون أكبر مع الآخرين أو الجهات المسؤولة بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة والاختبار تجارب مختلفة تشعر بالاعتزاز والفخر لا تستسلم ولا تردخل الشروط خصوصا إذا ما بتناسبك أهم شيئك تناقش بمنطق هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول أنا شايف أنه اليوم شخصيتك أحسن عندك نوع من النشاط والحيوية اهتمام بنفسك أكثر يعني يوم إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الاتصالات والتحركات ممكن يكون عندك امتحان أو يكون عندك مقابلة أو نقاش معين اليوم أنت متصدر عند قدرة الإقناع بشكل واضح وممكن يصير في نوع من أنواع النقاش أو التعامل ما بينك وبين أخ أو بين جور أما بالنسبة لبيتك الرابع يعني الأمور المنزلية بترتفع وطيرتها بصير اهتمامك بالمنزل أو بأحد أفراد المنزل ممكن اهتمام بوالدك تحديدا بالوالد إما بمسألة صحية أو بمسألة قانونية أو مسألة عائلية في كثير أمور لها علاقة بالبيت ممكن ترميمات أو تصليحات أو شراء أشياء أو أغراض للبيت أو بعض الصيانة المفروضة عليك أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أن العواطف عندك بقوة موجودة عندك إحساس عاطفي عالي جدا حابب أنك اليوم تتواصل مع الحبيب بطريقة مختلفة ولكن حاول أنك أنت ما تدخل في نزوات يعني شوي تضغط على سمعتك أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال عندك اهتمام بصحتك أو بصحة أحد المقربين لا إلك أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف أنه الأمور إيجابية مع الشريك تقدر تتواصل معه وتتعامل معه بلطف و لين وتنجز كثير من الأعمال أو تحطه خطة مستقبلية لحل مشكلة معينة أو للتعاون على حل مشكلة معينة أما بالنسبة لبيتك الثامن في منكو اليوم رح يكون فيه عنده نشاط على الأمور البنكية أو الحسابات أو الفواتير أو دفع الغرامات أو استرداد بعض الأموال من أشخاص أو من مؤسسات حكومية مثل تأمين أو ضريبة وفي منكو رح يحصل على أموال من أشخاص كنوع من أنواع الدعم أما بالنسبة لبيتك التاسع فهذا بدك تحذر إذا كان عندك سفر أو عندك اتصالات بعيدة أو طلاب الجامعات أو امتحانات بدك تكون منتبه وحذر خلال هذا النهار من أنك تعتمد على قدراتك فتفشل في امتحانك وممكن أن أنت تتأخر عن طيارتك أو تلتق في سفرتك أو تأجل سفرك أنت بشكل مفاجئ ودير بالك أثناء الاتصالات من مشاكل أو مشاحنات ما بينك وبين أشخاص يعني في دولة ثانية فتخسرهم أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف بيت السمعة شوي عليه نوع من أنواع النحوسة فحاول أنك تمسك حالك هذا بيت سمعتك حاول تمسك حالك من أنك أنت تشوه سمعتك بأي تصرف غير مدروس حاول تنجز أعمالك المكللة إلك تفاهم بطريقة مناسبة مع زملائك بالعمل ورؤسائك بالعمل بدون مشاحنات أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم ممكن يتوجه لك دعوة أو حضور حفلة أو مناسبة تواصل مع أصدقاء لقاء ودي مع معارف اليوم إيجابي يعني رح تحصل منه خلال هذه الزيارة على أشياء ممتازة وبتساعدك بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيت متعبك فبدك تكون حذر جدا ما تتراخى في إنجاز أعمالك حاول تنجز الأعمال عشان ما تتراكم عندك وحاول أنك تتراقب وضعك الصحي وبدون ما تجهد نفسك ممكن تشعر ببعض التعب أو الإرهاق مرج العذراء بتضل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب مالي إلى وصلها بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة أهم مش إنك تكون متفاهم لأوضاع الآخرين والآراءهم تجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول يعني شخصيتك عندك ثقة بنفسك عالي جدا ولكن إنه ما تنغر في نفسك عشان ما تتيجي على راسك أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف إنه يعني في عندك فرص مالية اليوم من عمل إضافي في بعض النتائج الإيجابية ولكن حاول إنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف إنه اليوم فيه اهتمام بالاتصالات والتنقلات التواصل مع الطرف الآخر مع الأشخاص إذا دخلت بنقاش اليوم عندك سرعة بديها للإقناع ولكن أهم إشي إنك ما تحتد أما بالنسبة لبيتك الرابع فيه نوع من أنواع النقاش العائلي أو لقاء عائلي أو بعض الأمور العائلية اليوم بتهتم فيها بشكل كبير حاول إنك أنت تكون شخص يعني جامع وما تفرق يعني خلي نوع من أنواع التوفيق ما بين الأطراف خلال هذا النهار ما تكون منتقد لاذع فتسبب نوع من المشاكل أما بالنسبة لبيتك الخامس فبدك تدير بالك أثناء تعاملك مع الحبيب أو مع أبنائك ممكن تصلوا لمرحلة إنه تستفزوا أو تعصبوا فتخسر حبيبك خلال هذا اليوم فحاول إنك تمسك أعصابك من أي تصرف يعني يكون فيه نوع من أنواع الحدية تعامل بلطف ولين حاول ما تغامر لا بترفيه ولا بمغامرات خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك السادس فحديتك برضو بتضغطك على مستوى الشراك المالية والعاطفية فعشان هيك منقول برضو دير بالك أثناء تعاملك مع الشريك أو الزوج أو الزوجي خلال هذا النهار أو أحد الأحباء لأنه ممكن إنه تحتد الأمور وتوصل لمرحلة إنه مش سهل إنك أنت تعالجها أما بالنسبة لبيتك الثامن فأنا شايف إنه عندك رغبة بالتهور فدير بالك إنه ما تغامر وما تخالف القوانين على أساس إنه ما تسيء إلى نفسك وتسيء إلى سمعتك ممكن تتعرض اليوم لمطالبة مالية أو إنه يكون عندك كثير من المصاريف اللي ماء الهداعي أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف اللي عنده امتحان أو سفر خلال هذا النهار رح ينجز إنجازات رائعة جدا وممكن يجيكو خبر من بعيد أو أنتو تجروا اتصالات بعيدة وتكون لصالحكم أما بالنسبة لبيت سمعتك فأنا بحكي لك دير بالك الأمور محتدة زيادة عن اللزوم وعلامات الضغط أو السلبية عالية جدا في بيت السمعة فدير بالك من أي مغامرة تشوه فيها سمعتك أو أي تصرف تخسر فيه وظيفتك حاول تتعامل بلين مع زملائك بالعمل ورئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم عندك الاهتمام بالأصدقاء أهم من كل شيء ممكن اليوم يكون فيه عندك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة رح تكون مهتم فيها بشكل كبير أو لقاء أحد الأصدقاء فحاول أنك أنت تكون برضو تعمل توازن في يومك وزع طاقتك على كل بيوت أو كل الاهتمامات صحيح أنه هذا اللقاء رح يكون فيه إيجابية كتير ورح تدعمك بشكل واضح ولكن حاول أنه أنت تخلي اهتماماتك في باقي البيوت بدون ما تزعل حدا منك أما بالنسبة لبيتك 12 بيت متعبك فأنا شايف أنه ضاغط بشكل كبير عشان هيك بتتراكم عندك الأعمال ممكن تنضغط بالعمل حاول أنك تراقب جهدك وغذاءك وصحتك وما تدخل بمواجهات أو بعصبيات أنت بغنى عنها بالفترة هاي هذا بيت متعبك بسبب لك خلافات بطريقة أنت ما بتتوقعها برج الميزان ترغبوا في تدعيم شراكتكم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بتكثر الواجبات وبتتزامن وممكن تشعر بالهلع لضيق الوقت حاذر التراجع الصحي لا ما في أي خوف عليك إذا اتبعت الإرشادات والتعليمات اتجنب المشاكل وأهم إشأنك ما تتصلط هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية يشي بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول يعني لا فيه إيجابي ولا سلبي بشكل عالي ولكن أنه عندك ثقة بنفسك أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات فيه منك راح يكون عنده امتحان راح ينجز بشكل جيد جدا فيه منك راح يدخل بمواجهات أو بنقاشات راح يكون هو المتصدر ورأيه راح يكون مستجاب فيه منك راح يسوق لسلعة معينة وراح يكون لصالحه يعني عندك كثير من الاتصالات والتنقلات والسفريات القصيرة خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك الرابع حاول أنك ما تعمل أي إهمال داخل البيت أو تقصير لأنه راح يسبب لك مشكلة داخل البيت أنت بيغنى عنها ممكن يصير بعض الأعطال أو الخراب في بعض أجهزة البيت أو تلف في أحد ممتلكاتك حاول أنك أنت تمسك عصابك وتعرف كيف أنك تحل هذه المشاكل ولكن أهم شيء يدير بالك من الخلافات داخل البيت أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية بتشغل فكرك كثير خلال هذا النهار حاول أنك أنت تتواصل مع الحبيب ولكن بدون انفعال أما بالنسبة لبيتك السادس فوضعك الصحي شوي بده رعاية وبده اهتمام حاول ما تقصر في وضعك الصحي وراجع طبيبك إن يحتاج الأمر وحاول أنك تنجز الأعمال الضرورية الممكن اللي لإلك وتخلد للراحة أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة فأنا بقول لك دير بالك من أي تصرف ممكن يشوه سمعتك خلال هذه الفترة حاول أنك تمسك عصابك بدون انفعال أو عصبية خصوصا مع زملائك في العمل أو رؤسائك في العمل وحاول أنك ما تدخل بصدامات أو خلافات مع رياق قانونية مع رجال الأمن أما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوة أو تكون في زيارة أو مناسبة أو لقاء بعض الأصدقاء أو الانتصال معهم للمشورة أو التشاور أو حتى الفضفضة أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه اليوم بدك تراقب بضعك الصحي جيدا تراقب الأعمال الموكة للا إلك إنجز اللي بتقدر عليه من الأعمال وأخلد للراحة وحاول أنك ما تخاطر ولا تغامر خلال هذا النهر برج العقرب بالنسبة لبيتك الأول يعني على طبيعته ما فيه لا إيجابية ولا سلبية ببيتك الثاني نفس الشيء أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الاتصالات والرحلات أو التنقلات عندك كثير من المشاغل أنت حاط برنامج معين لإلك حاب أنك أنت تنجزها خلال هذا النهار واللي عنده امتحان رح يقدم بشكل ممتاز ولكن دير بالك من خلافات مع أحد الإخوة أو الجيران أما بالنسبة لبيتك الرابع في عندك نوع من الاهتمام بالمنزل أو نوع من الاهتمام بأحد المقربين لا إلك حاول أنك أنت تنجز أعمال البيت بشكل إيجابي ممكن اليوم يكون عندك ضغط على المشتريات أو التسوق للبيت أو شراء شيء له علاقة بالمنزل أما بالنسبة لبيتك الخامس فدير بالك من الحدية بالنقاشات خصوصا العاطفية أو مع حبيبك لأنه ممكن توصل لمرحلة مغلقة وممكن أنه أنت تكتشف حبيبك اليوم بتصرف معين فهذا الإشي سبب لنوع من أنواع المشاكل ما بينك وبينه وممكن تصل لحد الفراق أو الخصام الطويل المدى ما في داعي لا للتهور ولا للنزهات الغير مدروسة ولا المرحل الغير مدروس أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف اليوم عندك اهتمام بصحتك وضعك الصحي جيد ما في أي خوف ولكن بدك تهتم بأعمالك وإنجز اللي بتقدر عليه من الأعمال وراقب وضعك الصحي برضو أما بالنسبة لبيتك التاسع اللي بيفكر بالسفر وعنده سفر خلال هذا النهار فهو يوم إيجابي واللي عنده امتحان جامعي برضو اليوم رح يكون مميز أما اللي عنده اتصالات خارجية أو بعض اللقاءات الجامعية أو بالمؤسسات التعليمية بده يكون حذر من العصبية والانفعال أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا بقولك بيت سمعتك يعني كله تقريبا سلبي فحاول قدر الإمكار أنك اليوم ما تدخل لأي أمر ممكن يشوه سمعتك حاول تمسك نفسك عن الأخطاء ومخالفة القوانين وحاول أنك تركز بشكل جيد حاول تتعامل مع زملائك بالعمل ورؤساك بالعمل وانت ماسك نفسك من الغضب أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الدعوات أو اللقاءات ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو ممكن لقاء بعض الأصدقاء للتشاور في مسألة معينة علاقاتك الاجتماعية في أوجهة ممكن تستغلها لحل أي مشكلة أو نصيحة لمساعدتك بأمر معين أما بالنسبة لبيت متعبك فأنا شايف أنه ضاغط كثير لدرجة أنه هذا الأمر ممكن يضغط على صحتك أو يخليك تتأخر في إنجاز أعمالك حاول أنك أنت تسيطر على نفسك وما تتهور وحاول أنك تحمي نفسك من أي شخص ممكن يكيد لك بسوء احذر تسلم برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم فرصة مناسبة للمصالحة والتسوية وكذلك للتعارف والارتباط نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وممكن قدرتك على استيعاب الأمور أيضا أنها تكون عالية جدا هيك القمار بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية أيش بتحكي لك بالنسبة لبيتك الأول عندك ثقة عالية بنفسك عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال الموكلة للا إلك يعني تقريبا نفسيتك اليوم أحسن أما بالنسبة لبيتك الثاني اليوم عندك كثير من الالتزامات والمصاريف والاهتمامات المالية حاول قدر الإمكان أنك تقلل من المصاريف أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم عندك اهتمامات كثيرة عندك تنقلات كثيرة واتصالات يعني حابب تنجز كثير من العمال خلال هذا النهار اللي عنده امتحان رح ينجزه ويكون الحظ حليفه أما بالنسبة لبيتك الرابع حاول أنه إذا صار نقاش على مستوى البيت أو مع أحد أفراد البيت أنك تحاول أنك تمسك نفسك من الإنفعال والعصبية ممكن يصير عندك بعض الأعطال أو التأخير أو شيء له علاقة بالمنزل فهذا الإشي ممكن يزعجك حاول أنك إذا حدث شيء له علاقة بأحد أفراد العائلة أنك تمسك أعصابك ممكن يكون عندك اليوم اهتمام بأحد أفراد المنزل أو أفراد العيلي أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف أنه اليوم عندك عاطفة شوي زيادة ممكن أن اليوم أنت تتواصل مع الحبيب أو لقاءات عاطفية ممكن يدعمك الحظ في مسائل معينة عندك رغبة بالترفيه والنزهة أو الخروج أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الأعمال المكللة لإلك ممكن تنجزها بسهولة حاول أنك تراقب وضعك الصحي وتهتم بصحتك شوي أما بالنسبة لبيتك السابع عندك اهتمام على مستوى الشراكة أو لقاء شراكة أما شراكة عاطفية أو مالية يكون للمباحثات في شيء لعلاقة بالمستقبل أو بالأيام الجاية أو وضع نقاط لحلول بعض الأمور أما بالنسبة لبيتك الثامن ممكن اليوم يجيك دعم من خلال جهة معينة أو مساعدة أو علاقات بنكية أو أمور إلها علاقة بالوثائق البنكية أو المستلزمات القانونية أما بالنسبة لبيتك العاشر دير بالك من أي تصرف اليوم تشوه في سمعتك حاول أنك ما تنفعل وما تعصب امسك عصابك قدر الإمكان حاول أنك ما تحتد أو تدخل بخلافات ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل اليوم ممكن تتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء صديق أو معرفة للتعاون أو يساعدك في مسألة معينة وتكون إيجابية أما بالنسبة لبيتك الـ 12 بيت المتاعب فرح تشعر أنه اليوم أنت ما عندك رغبة كبيرة على التحرك ما عندك طاقة قوية في نوع من أنواع التشاؤم بتسيطر عليك حاول أنك أنت تتجاوز هذه المرحلة إنجز الأعمال الموكلة لا إلك حاول أنك أنت تخلد للراحة ما تتهور في كثير من المسائل حاول أنك تراقب وضعك الصحي مرج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مساكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة بتحتاج المسائل الخاصة والعائلية إلى مناقشة تظهر الضغوط والمتاعب والمعاكسات تضطر لمحاسبة وربما لتحديات أو استفزازات بتتعرض لمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات هيك القمر بيحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك بالنسبة لأبيتك الأول أنه شايف أنه الأمور ضغطة على الوضع النفسي شوي نفسيتك مش مرتاحة فاقد الثقة بنفسك يعني تتقلب ما بين عندك ثقة وما بين ما عندك ثقة بنفسك في نوع من أنواع تقلب اليوم في مجال الشخصية أما بالنسبة لأبيتك الثاني فأنا شايف اليوم في كثير من الأمور اللي العلاقة بالدعم أو الأمور المالية ممكن يجيك أموال من عمل إضافي أو مساعدي ولكن حاول أنك تقلل من المصاريف قدر الإمكان ممكن تحصل على هدية أما بالنسبة لأبيتك الثالث فأنا شايف أنه اليوم أنت متسرع جدا وعصبي جدا وممكن أنك أنت تتعرض لحادث أو لنوع من أنواع المشكلة حاول تمسك أعصابك وركز أثناء القيادة ما في داعي للتهور ممكن يصير في عندك عطل يا بسيارتك يا في جهازك الخليوي أما بالنسبة لأبيتك الرابع حاول أنك أنت تتعامل بلين مع أهل البيت أو مع الأشخاص اللي قاتلين معك في البيت في عندك بعض الاهتمامات الإيجابية وممكن يتحقق بعض الأمور الإيجابية اللي إلها علاقة بالمنزل أما بالنسبة لأبيتك الخامس يعني حياتك العاطفية اليوم بأوجها عندك رغبة بلقاء الحبيب أو الاتصال فيه أو التشاور معه يعني في نوع من أنواع تواصل ما بينك وبين الحبيب عالي جدا عندك رغبة في الخروج أو نزهة أو نوع من أنواع المرح حاول أنك أنت اعمل المناسب دون الخوض بمغامرات مجهولة العواقب أما بالنسبة لأبيتك السادس فأنا شايف أنه اليوم اهتمامك بصحتك عالي جدا عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال الموكاللة إلك حاول أنك تركز بشكل إيجابي على أساس أنه تنجز أعمالك وانت واثق من حالك بدون ما تتراكم أما بالنسبة لأبيتك السابع فأنا شايف اليوم في نوع من أنواع التباحث في أمر العلاقة بالشراك المالية والعاطفية أو تتباحث في مسألة معينة أو خطة معينة أو حلول لبعض المشاكل الوضع إيجابي أما بالنسبة لأبيتك الثامن فبرجح بعض الأوقات من هذا النهار أنه يجيك نوع من أنواع الدعم من شخص معين أو من جهة معينة بتساعدك في الانفراج المالي ممكن يكون لك اتصالات بنكية أو مع جهات حكومية الأمر يعني بكون لمصلحتك أما بالنسبة لأبيتك التاسع اليوم عندك كثير من التنقلات والاتصالات في منك اليوم رح يسافر اللي رح يسافر الأمور رح تكون ميسرة بالنسبة لأي لهم ما في أي ضغوط تذكر واللي عنده مشكلة قانونية أو مسألة قانونية أو رافع قضية اليوم رح تكون لصالحه أما بالنسبة لأبيتك العاشر حاول أنه أنت ما تدخل في مغامرات مشبوهة حاول ما تخالف القوانين حاول أنك ما تدخل بمواجهات مع رجال الأمن حاول أنك تمسك عصابك قدر الإمكان ما تحاول أنك تدخل بمواجهات أو مشاكل مع زملائك في العمل أو رؤسائك في العمل أما بالنسبة لأبيتك 11 فاليوم ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة وبتكون مثمرة ممكن لقاء بصديق قديم أو بداية معرفة بشخص وتتطور العلاقة وتصير صداقة كبيرة أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف أنه بيت متعبك بيضغط عليك صحيا ومعنويا بدي يعني تنتبه حاول أنك تنجز الأعمال الموكللة لإلك باهتمام وحاول ما تخلي أعمالك تتراكم وراقب وضعك الصحي من الإجهاد وبعض التعب حاول أنك تراقب نفسك وإذا استلزم الأمر استشير طبيبك حاول أنك أهم شيء أنك ما تتسرع وما تتهور وركز مزبوط برج الدلو بتنشطوا في السفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة أو مهنية للترويج لمشاريعه بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجح في طرح موضوع حساس وتقديم عمل معين مهم بلفت الأنظار والإعجاب هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك يعني رغم أن القمر موجود في بيتك الثالث بشجعك ولكن خلينا نشوف البيت الأول بدعم شخصيتك ونفسيتك رغم أنها متقلبة في نوع من التشاؤم موجود عندك أو فاقد الثقة بنفسك لازم تشحن حرك بطاقة لتثق بنفسك أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه عندك كثير من الضغوطات المالية والاتزامات المالية والمصاريف حاول تمسك إيدك عن زيادة المصاريف أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف اليوم في كثير من التحركات والنشاطات مثل ما حكى القمر ورح تكون بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك الرابع فأنا شايف عندك اهتمامات بيتية في أحد الأبناء أو في أحد العائلة أفراد العائلة ورح يكون إيجابي ممكن اليوم يتم منحك هدية أو الإطراء على رأيك أو يكون لك رأي معين في إصلاح مسألة معينة بينك وبين الإخوة أو بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة لبيتك الخامس اليوم عندك أمور عاطفية جياشة أو حابب أنك أنت تعمل بعض الاتصالات العاطفية أو تواصل العاطفي مع الحبيب حاول أنك أنت ما تتهور في هذا اللقاء أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الأمور إيجابية بشكل واضح تماما بتساعدك في إنجاز كثير من الأعمال الموكلة لإلك وفي منك ورح يهتم في صحته بشكل كبير خلال فترة هاي أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف الأمور داعمة على مستوى الشراك المالية والعاطفية وهي لصالحك ممكن اليوم تتواصل أنت والشريك لحل مشكلة معينة أو يتم الاتفاق على مشروع أو خطوة جديدة مستقبلية أما بالنسبة لبيتك الثامن فاليوم ممكن تحصل على دعم من شخص معين يساعدك في أمر معين فيكون الأمر لصالحك ممكن يكون في عند بعض الأشخاص اليوم موعيد بنكية أو طلب قروض أو مساعدات برضو رح تساعدهم بشكل إيجابي أما بالنسبة لبيتك التاسع اللي عنده امتحان جامعي اليوم رح ينجز فيه ويبدع فيه منكم ممكن يدخل اليوم مثلا عنده سفر فرح يكون لصالحه واللي اليوم بده يعمل اتصالات خارجية أو مع جهة تعليمية فرح يكون الأمر لصالحه أما بالنسبة لبيتك العاشر اليوم يعني بدنا نقول أنه بيت السمعة شوية ما فيها التحذيرات الكثيرة ولكن برضو بيقولك انتبه في نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل بتحاول أنك توصل لتسوي معينة أو حل مشكلة أو خلاف معين خلال هذا النهار أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم يعني مش به القوة أنه يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة لقاءاتك مع الأصدقاء أو تعاون معهم أو التواصل معهم أما بالنسبة لبيت متعبك فهذا اللي أنا بخاف منه وبحذر منه أنه بدك تنتبه لصحتك ويحاول أنك أنت تراعي أوضاعك ما تدخل بخلافات ولا نقاشات ولا تخالف القوانين حاول أنك أنت تنجز الععمال المكللة إليك حاول أنك تخلد للراحة وتهتم بصحتك شوي لأنه بيت متعبك ضاغط بشكل كبير فهذا بتعب صحتك مرج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بوعود له أو ممكن يحصل على هدية بتقدم على إنجاز أو بتناقش صفقة أو اتفاقية اعمل بجدية نظم شؤونك المالية وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة هيك القمر بحكي لك خلينا نشوف الخارطة الفلكية إيش بتحكي لك يعني ثقتك بنفسك مش قوية ما لسه يعني فيه أمور لسه محيريتك لسه مضطرب بتدخل مرة إيجابي مرة سلبي مرة بتدعم حالك نفسيا مرة بترجع بتكتئب مرة ثانية حاول تراقب الوضع هذا واطلع من الجو اللي أنت فيه حاول أنك أنت تخرج لوضع أحسن من هيك الآن القمر يعني تحرك لبيتك الأول يعني بدأ شهرك بشكل إيجابي إن شاء الله خصوصا أشخاص برج الحوت اللي إجاء عيد ميلادهم هذولا لازم يستفيدوا من الفترة القادمة أما ليسا ما إجاش عيد ميلادهم فلسا الأمور فيها نوع من أنواع الصعوبة ولكن رح تتحسن إن شاء الله مع الأيام القادمة أما بالنسبة لبيتك الثاني فأنا شايف أنه اليوم فعليا فيه نوع من أنواع المكاسب المالية تيجي من عمل إضافي في منكم ممكن يسترد مال أو أنه ممكن يحصل على هدية أما بالنسبة لبيتك الثالث فأنا شايف اليوم عندك كثير من الاتصالات والنقاشات حاول قدر الإمكان أنك تستغل هذا النهار يعني لإنجاز كثير من الأعمال الموكلة لإلك يعني اتصالاتك ونقاشاتك ترويجك لسلعة معينة أنت اللي عندك القدرة على إيصال المعلومة وإقناع الغير بوجهة نظرك أما بالنسبة لبيتك الرابع عندك بعض الاهتمامات المنزلية أو العائلية رح تأخذ شوي من وقتك ومن تفكيرك في حل كثير من ضغوط العائلية وضعك العاطفي ما في أي لا إيجابية ولا سلبية على طبيعته على حسب حياتك أنت بالنسبة لبيتك السادس أنا شايف أنه اهتمامك بالصحة عالي جدا خلال هذا النهار عندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال الموكلة لإلك بالنسبة لبيتك السابع تهتم اليوم بموضوع العلاقة بالشراكة المالية والعاطفية بينك وبين شريكك عاملي أو عاطفي في اهتمام نوع من التواصل ممكن تصلوا لحل لمشكلة سابقة أو لتطوير مشروع جديد أو ممكن تدخل أنت في مشروع جديد أما بالنسبة لبيتك الثامن فهذا بدعم الأمور المالية ممكن يجيك مال عن طريق مساعدة أو هبة أو دعم أو عن طريق قرض بنكي أو عن طريق استرداد أموال لإلك كنت مداينها لأشخاص ترجع لك أو عن طريق تأمين أو جهة حكومية أما بالنسبة لبيتك التاسع اللي عنده سفر أو عنده امتحان خلال هذا النهار يعني بيقدم بشكل جيد ولكن برضو أنا بحكي اللي عنده امتحان ما يعتمد على الحضوض يحاول أنه يدرس ويجهز حاله لأنه شوي مش كثير الحظ في هذا البيت أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أنه اليوم عندك بعض الاتصالات مع الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيتك 12 بيت متاعبك فهو ضاغط عليك بشكل كبير فعشان هيك حاول تنجز الأعمال اللي بتقدر عليها وراقب وضعك الصحي وحاول أنك تخلد للراحة وحاول أنك ما تدخل في أي مجال في مخالفة للقوانين وما تورط حالك بمشاريع أو أشياء مشبوهة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء